السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقى عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا. ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة تطوع في شاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير. التقديم واليقول فيها حصرية عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها تقدر تقدم خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اويل كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلاني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا ومنحة حكومية. هي منحة الحكومة السويدية المنولة بالكمل. تمام كده? الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة السويد. المؤسسة المنحة المقدمة لهذه المنحة هي الحكومة السويدية. تمام? اه يعني منحة اول ما تسمع ان دي منحة حكومية تعرف انها منحة بتقبل اعداد كبيرة. يعني بتكون منح ممتازة وتمويلها ممتازة. بالنسبة للتخصصات المتاحة فيها هذه المنحة. معظم التخصصات التي تقدمها الجامعات في السويد متاحة. ما يزيد عن اكثر من ستمائة تخصص. يعني منحة الحكومة السويدية دي تايحة او يعني عاملة اتاحة انك تقدر تختار الجامعة او اي جامعة موجودة في السويد واي تخصص انت عايز تقدم لي. تمام كده? مطبعا عندك ازيد من ستمائة تخصص. يعني كل التخصصات موجودة زي الهندسة طب الاقتصاد والحقوق وكل التخصصات واي تخصص موجود في جامعات السويد انت متاح تقدم عليه. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاحة لهذه المنحة المنحة دي متاحة فقط للحصول على درجة الماجستير. الناس اللي عايز تقدم لدرجة البكالوريوس غير متاح. الناس اللي عايز تقدم لدرجة الدكتوراء غير متاح. المنحة دي متاحة للناس اللي عايز تقدم لدرجة الماجستير او الناس اللي في اخر سنة من البكالوريوس وعايز اتكمل بعد البكالوريوس الماجستير متاح لهم التقديم ايضا طيب مدة الدراسة في المنحة دي سنتين تمام طبعا معروف ان الماجستير بيكون مدة الدراسة فيه سنتين فقط بالنسبة للتمويل المقدم في هذه المنحة وصراحة تمويل ممتاز جدا تغطي كل التكاليف بمعنى سيتم دفع رسوم الدراسة كاملة مباشرة الى الجامعات يعني زي ما قلنا ان انت بتختار الجامعة اللي انت عايز تقدم لها في منحة السويد لو تم قبولك المنحة لحكومة السويد بتدفع الرسوم الدراسية كاملة الى الجامعة وانت ما بتدفعش اي تكاليف خالص بالنسبة لرسوم الدراسة كمان هيكون فيه راتب شهري اللي هو عشر طرف كرون سويدية ده بما يعادل الف اربعة وثلاثين دولار امريكي للامتدادات المعيشية اثناء المنحة تمام ده الالف اربعة وثلاثين دولار هتكون ليك شهريا تقدر تستخدمها في المعيشة اضافة كمان ان هيكون السكن مجانا على حساب الجامعة اللي انت تختارها يعني هيكون في راتب شهري هيكون رسوم الدراسة المجان السكن مجانا بجانب الراتب الشهري اه كمان هيكون التأمين الصحي خلال الدراسة لقدر الله لو حدث ليك اه مرض او حادث هتكون تكاليف العلاج على حساب المنحة انت مش تدفع اي تكاليف خالص اضافة كمان تذاكر السفر ذهاب وعودة من والى السويد كل اه يعني التذاكر التيران من بلدك الى السويد اه زهاب لاول مرة والعودة برضو نفس النظام هتكون على حساب المنحة طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في هذه المنحة اول حاجة لازم يكون مع حضرتك شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات تمام يعني لازم توفر شهادة التخرج وكشف الدرجات طيب لو انت في اخر سنة من البكالوريوس ولسه ما اخدت الشهادة التخرج تعمل ايه بتجيب كشف الدرجات للسنة اللي قبلها يعني انت مسلا حاليا في السنة الرابعة الاخيرة تمام بس لسه ما تخرجتش بتقدر انك تقدم بشهادة السنة التالتة تمام كده بتقدمه على اساس ان ده كشف الدرجات بتاعتك ولما تتخرج بتقدم الشهادة النهائية للمنحة طيب كمان مطلوب منك وسيقة الهوية اللي هي جواز الصفر او آآ البطاقة الوطنية لازم برضو ترفقها كمان مطلوب وسيقة امتحان اللغة الانجليزية تمام يكون معاك شهادة اللغة الانجليزية او شهادة تزبط انك درست سنتين او اكتر في برنامج باللغة الانجليزية يعني خدت مثلا تدريب في اللغة الانجليزية او كورس في اللغة الانجليزية لمدة سنتين او اكتر او شهادة البكالوريوس بتاعتك درستها باللغة الانجليزية. انت معاك تلات حالات تجيب شهادة لغة انجليزية. ده امر يعني سهل ممكن تشوف شهادات اه يعني في انواع كتيرة للشهادات اللغة الانجليزية بتكون معتمدة. فبتجيب شهادة لغة انجليزية او تكون انك خدت كورس لغة انجليزية سنتين او اكتر او درست يعني دبلوما او شيء باللغة الانجليزية لمدة سنتين او اكتر. او البكالوريوس بتاعك يكون باللغة الانجليزية عشان تقدر تثبت اه اتقانك للغة الانجليزية تمام? ويكون قد عملت في اي عمل تطوعي او شغل مدفوع او اي شيء خارج المجال الاكاديمي. يعني طالبين كمان ناس انها تكون معاها خبرة عملية. يعني انت طول حياتك مسلا تكون اشتغلت في اي شغل. سواء عملت عمل تطوعي. اه انضميت لمنظمة معينة في الاعمال التطوعية. اه اخدت كورسات تدريب مسلا معينة. اه اشتغلت شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر. يعني طول حياتك اكيد طبعا اي واحد هيكون اشتغل شغل معين مثلا. حتى ولو ملوش علاقة بالمجال الاكاديمي او الدراسة بتاعته. وانما يعتبر انه عنده خبرة عملية. تمام? فانت طول حياتك اكيد عملت بعض الاعمال اه يعني اه او اه الشغل المدفوع وغير مدفوع الاجر. فده برضو تقدر تضيفه على اه يعني الاشياء المطلوبة للمنحة. طيب هنا عندنا قائمة الدول المتاحة للتقديم عندنا دول متاحة للتقديم وليس كل دول العالم متاحة للتقديم. دي قائمة الدول المتاحة للتقديم طبعا الدول العربية هتلاقيها تعتبر قليلة شوية فركز معي هتلاقي مصر موجودة. اه دولة المغرب موجودة. دولة اه تونس موجودة. السودان موجودة. تمام? اه يعني والاردن كمان موجودة. تمام? دول يعتبروا من الدول العربية تمام او ممكن تعمل تشيك بقى دي كل القايمة للدول المتاحة اي دولة يعني انت لو معك جنسية احد هذه الدول حتى لو مقيم لو انت مثلا مصري مقيم في دولة تانية تقدر تقدم عادي انما يجب ان يكون لديك جنسية احد هذه الدول تمام كده عشان تقدر تقدم للمنحة طيب كيفية التقديم بقى للمنحة دي بالنسبة للتقديم للمنحة دي تم التقديم للجمعة واختيار التخصص الذي تريده ثم بعد ذلك يتم التقديم للمنحة وبعدها هيأتي القبول النهاية في شهر يعني ايه يعني زي ما انا قلت في الاعلى فوق قلت ان لازم ان انت بتختار الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها فانت اول حاجة بتروح حضرتك تقدم للجامعة اللي انت عايزها في مثلا جامعة في السويد تمام اه انت بتروح تقدم ليها وبتختار التخصص اللي انت عايز وبتحدد كل التفاصيل اللي انت عايزها في الجامعة دي وبتختارها وبتقدم ليها تمام وفي فترة تانية بيفتح فيها المنحة يعني بعد كده بيفتح المنحة المنحة. المنحة انت بتملا برضو. تمام? يبقى بتملا للجامعة وبتملا للمنحة. والقبول النهائي في المنحة بيجي في شهر ابريل. لان المنحة لو قبلتك والجامعة قبلتك بتقوم المنحة تتواصل. المنحة بتتواصل مع الجامعة. وبتشوف رأيهم ايه? لو الاتنين قبلوك خلص بيتم التواصل معك في شهر ابريل وبيعلموك اللي انت اتقبل شهر ابريل 2021. تمام كده? ده بالنسبة للقرار النهائي للقبول. طيب اخر موعد للتقديم للجامعات. عشان تقدم للجامعات اللي موجودة في السويد اخر معاد هو خمستاشر يناير الفين واحد وعشرين. ده اخر معاد عشان تقدم لاحد جامعات السويد. واخر موعد للتقديم للمنحة لان زي ما قلنا فيه ابليكيشن تاني للمنحة. ابليكيشن المنحة بيبدأ من عشرة فبراير الفين واحد وعشرين حتى عشرين فبراير الفين واحد وعشرين. ابليكيشن المنحة بيفتح عشر تيام فقط. وبيبدأ من عشرة فبراير الفين واحد وعشرين لعشرين فبراير الفين واحد وعشرين. فتاخدوا بالكم من المعيد دي كويس. تمام? طيب. اه وهنا عندنا طبعا اه انا هتطلقوا هنا الاعلان الرسمي للمنحة وابليكيشن التقديم. بس قبل ما اقول او قبل ما نشوف الاعلان الرسمي وابليكيشن التقديم حابة بقول لكم اللي احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اه اضافية زي خدمة التقديم لاي منحة وفرصة انت عايزة. يعني لو حابب تقدم من خلالنا على هذه المنحة هتلاقي رابط استمرت التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تمام كده? طيب. تعال دلوقتي نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل. ده الاعلان الرسمي نضغط عليه. فهيفتح معنا بالشكل ده. ده اه موقع المنحة الرسمي. تمام? هتلاقي كل التفاصيل هنا. ايه الاشياء اللي بتوفرها المنحة? ايه اه دي الاشياء اللي بتوفرها المنحة? تكاليف المعيشة. تمام? اللي قلنا عليها تذكر الطيران. آآ كل الاشياء اللي تم ذكرها هتلاقيها موجودة هنا. آآ ازاي التقديم للمنحة بيمشي? تمام? ايه الاشياء المطلوبة? كل التفاصيل هتلاقي موجودة هنا. تمام كده? فتقدر تطلع على او الموقع الرسمي للمنحة. تعال دلوقتي نشوف التقديم تعال تيجي تضغط على كلمة عشان يفتح معاك التقديم. ده التقديم ل الجامعات تمام? طيب? انا كنت شرحت السنة اللي فاتت في فيديو سابق شرحت المنحة دي وشرحت فيها بالتفصيل كيفية التقديم وكل شيء شرحته خطوة بخطوة فمنعا للتكرار انا اسيب لكم رابط الفيديو اللي شرحته السنة اللي فاتت كان في شهر اكتوبر برضو. فشرحت فيها هذه المنحة وشرحت فيها كل التفاصيل فتقدروا تخشوا على الفيديو ده وتشاهدوا كيفية التقديم خطوة بخطوة وتشاهدوا كل التفاصيل اللي تم شرحها عن التقديم ده طبعا عشان يكون منعا بس لالتكرار تمام؟ فكده انا اعتبر شرحت كل التفاصيل المنحة والتقديم هسيب لكم الفيديو التاني في صندوق الوصف اسفل الفيديو تقدروا وتطلعوا اكتر على التقديم وتشوفوه بيمشي ازاي بتنسوش دي الدول المتاحة الموعيد للمنحة وبتنسوش انها منحة مما ولا بالكامل ومنحة حكومية يعني بتقبل اعداد كبيرة جدا جدا تمام لان المنح الحكومية معروفة انها بتقبل اعداد كبيرة ومعروف ايضا منح الحكومية بيكون متاح فيها كل التخصصات اي تخصص انت عايزه بتلاقيه موجود في اه المنح الحكومية يعني غالبا تمام طيب كده شرحنا كل التفاصيل فلو حابين تقدموا للمنحة اه ياريت وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته